أخبارنا سريعا جدا رسميا رحيل كابتن عصام عبد الفتاح عن رئاسة لجنة الحكام اتحاد كرة القدم أعلن اليوم الثلاثاء استقالة كابتن عصام عبد الفتاح من رئاسة لجنة الحكام وقبول الاستقالة وتوجيه الشكر له خيرا عرفنا كلاتنبرج كان ايه؟ او كلاتنبرج مشرفا على منظومة التحكيم اتحاد كرة القدم أعلن تولي الإنجليزي مارك كلاتنبرج مسئولية الإشراف على منظومة التحكيم بعد رحيل كابتن عصام يبدأ الخبيل الإنجليزي مارك كلاتنبرج عمله في الاتحاد المصر لكرة القدم بالإشراف على منظومة التحكيم بداية من الجولة المقبلة أنا بتحك ليه؟ بتحك لأنه من الأول كنا عملنا كده من الأول الحقيقة منذ أن تم التعاقد أو منذ أن تم الإعلان عن التعاقد أشار النادي الأهلي لهذا الأمر وأشار أنه يجب أن يكون هناك تغييرات في لجنة الحكام وبالتالي مش عايز أقول لكن خلينا نتكلم في هذا الأمر بشكل أن النادي الأهلي قال رأيه وأن الناس شافت أن الرأي المناسب خلال هذه الفترة هو طالما أنت جايب خبير أجنبي وبتدي له فلوس طب ما تعينه ما يشتغل يعني إيه مرة تقولي خبير تحكيمي ومرة تقولي مشرف على تطوير التحكيم ومرة تقولي رئيس للجنة الحكام والحقيقة من ساعة ما سمعت كلام الدكتور أشرف صبحي مبارح أعتقد خمف مدخلة في الراديو تقريبا مع إبراهيم فاي تقريبا يعني عشان برضو ما بقاش ظالم حد لأن أنا سمعتها بوداني فمن ساعة ما سمعت كلام دكتور أشرف لأنه كلام دكتور أشرف صبح وزير الشباب ورياضة كلام محترم جدا 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 كلام يلقى لهم برحلة كان الراجل جايبه وبدي له فلوس ما عينوش ليه أو عينو ليه خبير تحكيمي ولا كذا ولا كذا ما يتعين ويبقى مسؤول عن التحكيم وعن الحكام لأنه عندنا مشكلة في هذا الأمر أو اتحاد كرة القدم شاف أنه عندنا مشكلة في هذا الأمر وبالتالي جاب مارك كلاتنبرج فكلام محترم جدا من الدكتور أشرف صبحي وكان هي بداية الانفراجة زي ما بنقول لأنه يجب أن يكون هناك تغيير نادي الأهلي قال كده يجب أن يكون هناك عضو في الجماعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم مش أي حاجة تانية بالمناسبة خالص ولا إبراز قوة ولا مش عارف إيه ولا الكلام اللي انتو خالص نادي الأهلي عضوا في الجماعية العمومية وبيقول رأيه الناس بتشوف أن رأيه صح ومزبوط بتعمل فالحقيقة كلام محترم جدا واللي جاي بقى اللي جاي ايه اجتماع عاجل بين كلاتنبرج وأعضاء لجنة الحكام كلاتنبرج طلب عقد اجتماع عاجل مع أعضاء منظومة التحكيم في اتحاد كرة القدم لرسم ملامح عمله في الفترة المقبلة أتمنى أتمنى أن كل أعضاء لجنة الحكام أنهم يقدموا استقلتهم وطرق الاختيار لمارك كلاتنبرج وطبعا والمجموعة اللي معاه لأنه أكيد معاه مجموعة من المصريين بيتكلموا معاه كابتن حازم كان موجود معاه النهاردة النائب أحمد دياب رئيس الرابطة كان موجود معاه النهاردة وبالتالي من الممكن جدا جريشة وعثمان وعبد الرؤوف ضمن ترشيحات العمل مع كلاتنبرج لسه كنت بتكلم حسب مصادرنا يوجد ثلاث أسماء مرشحة للعمل مع كلاتنبرج في لجنة الحكام كابتن سامير محمود عثمان وكابتن جهاد جريشة وكابتن ياسر عبد الرؤوف وحيتم الاستقرار على واحد منهم خلال الساعات المقبلة تحت كرة القدم يحيل جميع الشكاوى الأندية ضد الحكام إلى كلاتنبرج تمام حازم إمام وأحمد دياب يكتمعان بكلاتنبرج لبدء استراتيجية تطوير التحكيم كلام محترم الحقيقة حازم من الشخصيات المحترمة طبعا السيد أحمد دياب النائب أحمد دياب برضو من الشخصيات المحترمة نتمنى لهم كل التوفيق